بدأت المجر استخدام اللقاحات الصينية منذ فبراير وأصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم لقاحات صينية وقد أصدر رئيس الوزراء فيكتور أوربان مقطع فيديو يظهر تطعيمه لتشجيع الآخرين على الخضوع للتطعيم يرجى التسجيل والخضوع لتطعيم هذه هي طريقة الوحيدة الممكنة للحماية مثل ما طلق عشرات الألاف من المجريين لقاحات في السربيا حصلنا الآن على ألاف اللقاحات الصينية هنا في المجري ثقوا بالخبراء المجريين وصل أكثر من مليون جرعة خلال مارس وأبريل وصلت أكبر شحنة تحمل ستمائة ألف جرعة قبل أيام والآن تتوفر لقاحات سينوفارم في جميع مواقع التطعيم يمكن لأي شخص قام بتسجيل تحديد معاد للخضوع لتطعيم باللقاح سينوفارم في أي موقع تطعيم أنا أشجع الجميع على الاتفادة من هذه الفرصة بأكبر قدر ممكن الناس صعداء جدا بالخضوع لتطعيم لدينا أشخاص من جميع الفئات الأمورية صغارا وكبارا ونرى أنهم صعداء بالخضوع لتطعيم والحصل على الحماية من الوباء ترجمة نانسي قنقر